الخبر الأول اللي عدنا عن نورستار ودخولها للمستشفى في نورستار نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا اللي ستوري اللي تقول بي هاي حبايبي اعذروني بهذه اليومين جندا سوي عملية فبليز تدعوني ليا وانه هذا هو السبب غيابها بعدني تعبانا وموجوعة فألا يشفيها يا ربو ان شاء الله ترجع لنا بقرب وقت وأكيد لا تنسوني يا حبايب انه تدعونها بالكومنتات انه شطر زينة الخبر الثاني اللي عدنا عن فضيحة بي سان اسماعيل وامها واستعطافهم للمتابعين عن طريق اسمي فبعد ما بي سان نزلت هذا الستوري اعلت من خلاله انه هي رفعة قضية عليها طبعا اتعرضت لهواي من الهجوم سواء من متابعيني او من غير متابعيني بي سان اسماعيل نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي تحاول تسوي نفسها انه هي حبابه طيوبة وانه هي راح تسامحني طبعا الخلاف انه هي متقرة اساسة نسوي شي حتى لو رفعت القضية يعني السؤال هي ليش تسامحني ليش هو منه الغلطان بينها بالضبط خلينا يا حباب نسترجع ذكريات السب ولا هاد مملكة القصص تزبال شوفوا الازبالي هاد سير الترند للوطن العرض واختك ان شاء الله يا رب اليوتيوبر اللي عدهم 6 ملايين مشترك يقولون القناة اخبار ادفوه عليك وانت شخص طافه وشوية تهديدات بالسجن وانه راح تنحذف قناتك لا الصراحة داني يعني وياكم حق انا الغلطان وحقكم علي ونازم نسامحوني اوكي طبعا بالنسبة البيسان اسماعي لفضيحة توية ناريني بيوتي ستنزلكم بنهاية هذا الشهر اذا بيسان وانس ما اعتذروا وطبعا بخلاف هذه الفضيحة فعندي فضيحة ثاني او فضايحة هواية راح تنزل على انس الشايب والمرا يا حباب من دي احجي كلام عادي كلام جدا قوي اذا هاي الفضايا راح تنزل على يوتيوب راح تنهي انس الشايب فاني حذرت وقد اذر من انذر الخبر الثالث اللي عدنا عن تهكير اليوتيوبر او تبنيدهم فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فنور تهكر حسابه بالانستجرام او تبند فلو الدخنا حالي على الحساب راح شوفون ان الحساب ما بي اي صور وما بي استوريات ولكن بعدها محمد مار نزع الحساب بالانستجرام هذا الالشتوري اللي يوضح به الموضوع فيقول ان حساب نور مار بالانستجرام هو تبند متهكر وانه يومين ثلاثة وراح يرجع ولكن يا حبيب هو حاتخذ الحساب انه عساس حساب نور مار الثاني عمد نتواصلوا اياه من خلاله ولكن اللي صار انه هذا الحساب ايضا ثاني تبند او يتهكر مادري صراحة شن اللي صار حطوكم هادري ستوري يشوفو ان شاء الله يكون الكل بخير مثلا بتعرف حساب نور الاول تبند ان شاء الله خلال يومين او ثلاثة رح يرجع نور عملكون حساب ثاني لحتى يتواصل معكم رح حطركنيها لكل يعمل له متابعة لحتى تعرف حساب الثاني فان شاء الله يرجع الحساب بقرب وقت اما اليوتيوبر الثاني اللي عدد فهو مصطفى ريدر فمثل ما تعرفون ان مصطفى تهكرت قناته ونزلوا هذا المقطع بقناته وخسروا هاي مشتركين طبعا بالنسبة لاغنية كرنافالي فيا حبايب اغنية كرنافالي من حثفت وانما الاغنية محطوطة خاص فلو دخنوا على الردة فعليا للاغنية رح تشوفونه دخنوا على الرابط الان حاطة اللي هي اللاغنية اساسية مكتوب الرابط خاص ثم بعدها سوف ريدر نزلوا هذا المقطع عليش رحون بي الموضوع اللي صار وحسب ما ريدر وضح بهذا المقطع يريد يقول انه الهاكرية اول ما استلموا الحساب شاء الله اغنية كرنافالي وهي اغنية دستراكت جانت على ويسام تيكت وهي من المتابعين صاروا توقعون انه الهاكرية يكونوا يا اما ويسام تيكت يا اما واحد من طرفه خبر الرابع اللي عدنا عن اسو خطوبتها فاسون نزلت على سببها بالانستغرام هذا الستوري اللي بي واحد من المتابعين يقول لها ان خطبتي صدق فردت عليه اسو بهذه الصورة اللي كانت لبسه به الخاتم بلتتقاني حبايب انه فعلا اسون خطبت بس انه هي هواية تحضح هذا الموضوع سواء قبل لما نزلت على سبب الانستغرام صورة كانت حط ايمو جمال خاتم مادر صراح اكتبونا بالكومنتات توقعاتكم لهذا الموضوع الخبر الخامس اللي عدنا عن احمد ابو الروب وليش صار يبتي احمد ابو الروب نزل على سببها بالانستغرام شوية ستوريات وهو كانت ضايق ودي يبتي بيها والهو سبب انه اهلا صابوا بالكرون للاسف كان هما ساكنين بالامارات وهو ساكن بالاردن طبا رح يقطع اليوتيوب فترة وبناس الوقت يقول انه ابو بخطر فالله يشفي يا رابو رح تنسني حبايب انه تدعون لانه والله يشفي اهلا ان شاء الله ما بيهم الا العافية رح اضعكم الانستوري صار انه كل اهلي في الامارات اهلي انا مش معنا في الورد انا اهلي في الامارات اخوي واختي وامي وابوي كلهم صار معهم كورونا وابوي وضعي صار اصعب يعني بيكح كثير والمستشفيات مليانة مش قادر اعمل اشي هزه رايح اقف حس كورونا بلكي جدرت انزلين دمع الامارات بس يعني يا الله بس بس الله يخليكم احبابكم عارفين طرع شكلي طرع شكلي كيف بحاول اكون انسان قوي بس مرات اسف اسف يا جماعي انه مش كثير متفاعل معكم بس وانه احصلنا لات المقطعات من المقطع اجابكم لستحطونا لايك تركو بالقناة لانكم في زي مقاطع من المكتر الخصاص وبس مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر